2017 سيكون العمل أصعب على الجزائريين وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة يتوعد بالأسوأ من جديد مضى العام على بداية أزمة تراجع عائدات الريع البترولية تصريحات وتصريحات تنادي كلها بضرورة وضع خطط لتجاوز الأزمة لكنها ظلت مجرد تصريحات فيما اقتصرت الحلول على الترقيع وعلى حساب المواطن أيضا قبل أيام تعليمات وردت قيل إنها صارمة لإطارات وزارة الصناعة من قبل المسؤول الأول عن القطاع عبد السلام بوشوارب من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الاستراتيجية الرامية إلى جعل الصناعة ركيزة للتنوع الاقتصادي وخطوة المرحلة الحالية والمستقبلية لإعادة تثمين القطاع الصناعي من خلال بعث حركية جديدة تسمح باستعادة الصناعة مكانتها الهمة في الاقتصاد الوطني كما قال الوزير بوشوارب وهكذا قال قبله الوزير الأول عبد الملك سلال ووزير السياحة عمار غول وحتى وزير الفلاحة سيد أحمد فروخي وربما هكذا سيظل مستقبلا المسؤول في الحكومة يقول نعم كثير ومصيبة النقمة كبيرة وبينهما أصبح الجزائري تائها بين تصريحات مسؤولين بعضها وعيد وبعضها الآخر تطمين دون أن يدرك المواطن من يصدق ومع مرور الوقت قد ندرك أن الحكومة ستبقى تنتظر إلى جانب الحلول الترقيعية عودة أسعار البترول نحو المنحة التصعودية ولو كان للمسؤولين نية في وضع مخطط استعجالي للنهوض بقطاعات ستكون مفاتيح الخروج من الوضع الراهن لفعلت مثل ما استعجلت في تقلس فاتورة الوردات وإطلاق القرض السندية ليبقى المواطن الجزائري ينام على ثروات غير المحروقات دون أن تدخل حيز الاستغلال كما يبقى تحت رحمة أو صدمة أسعار النفط إلى حين